أعلن الجيش المالي في بيانٍ أن جنديين قتل الخميس في شمال مالي وتم تحييد أكثر من أربعين إرهابياً في عمليات متفرقة منذ منتصف مايا الفارط وجاء في البيان أن الجيش رد على كمينٍ معقدٍ بمحور الطرق جوسيجاو مع حصيلةٍ مؤقتة بلغت قتلين وتسعة جرحا في صفوفه مشيراً أيضاً إلى تحييد سبعة إرهابيين كما قامت القوات المسلحة المالية خلال عملية تفتيشٍ جرت في الثالث عشر مايا بتحييد متخصصين اثنين في زرع متفجراتٍ عشوائية الصنعة من كتيبة سرمة الإرهابية